موسيقى أسعى الله أوقاتكم مشاهديا الوحترامين في كل مكان أهلا بكم إلى جولة الصحافة إطلال على أبرز المواضيع والعناوين في الصحافة العربية وكذلك البريطانية الصادرة في لندن وفي العالم العربي بداية وكالعالم رحب بضيفي الكاتب إبراهيم درويش والكاتب والصحفي فراس أبو هلال أهلا ومرحبا أهلا بك ونبدأ مشاهدي الكرام باستعراض أهم العناوين البداية من القدس العربي الصادرة في لندن والتي عنونة اليوم إسرائيل تتابع بقلق التطورات على حدودها مع لبنان وتضع سيناريو يشمل حربا على عدة جبهات هذا في القدس العربي أما الحياة الجديدة الصادرة في رمالله فقالت كذلك إسرائيل ترفض الضغوط الدولية لتمديد التجميد والمستوطنون يكثفون البناء صحيفة الفلسطين الصادرة في غزة جاء عنوانها الاستيطان ينطلق في الضفة وعباس يطالب بتمديد التجميد أربعة أشهر طبعا تصريحات الرئيس بلسطيني جاءت في ختام زيارته إلى باريس أمس إلى الصحافة المصرية في الدستور المصرية نقرأ ضابط في رشدي في رشيد عفوا يعتدي بالضرب على ثلاثة وكلاء نيابة سألوه عن احتجاز مواطن وهذا مركز الشرطة مركز شرطة رشيد هذا اعتداء على وكلاء نيابة فكذا كان السألوه عن مواطن في مصر كذلك الوفد المصرية اعتدار تاريخي للبابا شنودة وبيان قبطي مجهول لإثارة الفتنة الكنيسة تمنع الأساقف والكهنة من التصريحات الإعلامية لمدة أسبوع هذا في الصحافة المصرية مشاهدي واحترامين إلى الصحافة اللبنانية نطالع في جريدة النهار اللبنانية وليد المعلم أبلغ كلينتون أن دمشق مهتم جدا بالمسار الإسرائيلي السوري المسار الإسرائيلي السوري في المفاوضات المتعثرة إلى الصحافة الخليجية نبدأ من الصحافة الإماراتية ومن الاتحاد الإماراتية والتي عنونت رئيس الدولة والحكام يهنئون محمد بن راشد بفوز الإمارات ببطولة العالم للقدرة هذا في الصحافة الإماراتية أما في القبس الكويتية جاء عنوانها الكويتيون الأكثر اتجارا بالمخدرات وتعاطيها نقوس الخطر تدقه القبس الكويتية من تداول المخدرات وانتشارها في الكويت نختم مشاهدية الكرام مع الصحافة البحرينية وأخبار الخليج والتي عنونت وثيقة عهد وولاء للملك يوقعها أهالي ومجالس العاصمة هذا في البحرين أهلا بكم هذه أهم العناوين نبدأ باستعراض المواضيع مع ضيفي سيد إبراهيم بداية هذه العنوين جاء موضوع القدرة هذه موضوع القدرة هو سباق الخيل أعتقد أنه سباق الخيل وهو في الإمارات مهتمين بشكل كبير وهو فاز بكأس العالم طبعا الشيخ محمد بن راشد هو فارس أصلا ويشرف على وكان في الصحافة صورة نائب رئيس الدولة في الإمارات الشيخ محمد بن راشد هو مهتم بقضايا الخيل والفرس وكذا فكانت تهنئة طيب عمنا نبدأ هذه العنوين في الصحافة العربية الصحافة البرطانية كلها تقريبا لازالت تركز على مؤتنة حزب العمال وانتخابات في فنزويلا ويعني الفارق البسيط الذي لأنه شافز لم يحصل على نسبة الثلاثين في البرلمان لإضافة إلى قضايا تتعلق بالسلام ولاحظ مثلا أن الانديبندنت والديلتيغراف ركزت اليوم على قضية المحدث السلامية في فلسطين مثلا ديالتيغراف ركزت حخصصة واحدة من افتتاحيتها تحت عنوان لا تجوف العملية السلمية والانديبندنت أيضا خصص افتتاحية حول هذا الموضوع بالنسبة للإفتاحية ديالتيغراف حاولت أن تقول هذه فرصة تاريخية لكن كل التحليلات التي قدمتها الصحفة البريطانية بالذات هتين صحيفتين تحاول أن تلقي الضغط على تضع الكرة في ملعب عباس وعباس يبدو مسكين يعني هو يريد أن يترياث حتى يجتمع مع الجامعة العربية في الأسبوع القادم ويقرر خيارته لكن في نهاية هو خيارات ليست كثيرة بالنسبة للانديبندنت قالت أنه تريث عباس تريث يعني كما يفهم من الخبر أنه تريث حكيم أو تريث يعني بانتظار ما سيأتي من الجامعة العربية هي الانديبندنت في افتتاحياتها حاولت أن تقول ركزت على الحفنة القليلة من المساطنين والمسيحيين المتطرفين الذين دعون منهم والذين احتفلوا بنهاية التجميد فتح التجميد وهي تحاول أن تقول أن أوباما يضغط من جهة على عباس من أجل أن يبقى في المحادثات حتى لو لم يقم نيتنياهو بتمديد تجميد الاستيطار لكنها تقول أن الشخص الوحيد الذي يجب أن تضغط عليه الإدارة الأمريكية هو نيتنياهو وتقول أن أوباما لديه الكثير من الأوراق التي يمكن أن يلعب عليها منها الدعم الإسرائيلي العسكري الإسرائيلي أو الدعم الأمريكي لإسرائيل سواء الاقتصادي أو سياسي أو عسكري ويجب أن تقول خاصة المليارات السنوية التي تقدمها الإدارة الأمريكية لإسرائيل ويجب أن تقول أمريكا أو إدارة أوباما لنيتنياهو أن هذا الدعم لا يكون بدون ثمن هي تقول أن نيتنياهو يمكنه أن يتخلى عن المتطرفين أو اليمين الذي يدعمه ويشكل حكومة مع كديمة لكنها تقول أن نيتنياهو نفسه لا يلد هذا نعم بالأمس ألقى المسؤولية عن نفس نيتنياهو وطالب أو تمنى عن مستوطنين يعني تجميل الاستيطان ولكن الاستيطان بدرجة قليلة وخفيفة لكن هو صاحب القرار في النهاية بإمكانه هو صاحب القرار لأنه خائف على إذا قررت تجميل الاستيطان أن يخسر حكومته لكن عندهم فيها الآخر في رأس الصحافة العربية اليوم كان برضو متابعة موضوع الاستيطان وتجميده سريعة لو تضعنا في لمحة سريعة قبل أن نبدأ في موضوع القدس العربي نعم هو طبعا الشرق الأوسط والقدس العربي والحياة كلها أثارت موضوع الاستيطان التركيز كان على موقف الرئيس عباس الذي قال بأنه لن يتخذ قرارا سريعا للرد ربما في إشارة إلى أنه سيجتمع مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المكازية لحركة فتح وأيضا بانتظار قرار اللجنة المتابعة العربية التي سوف تأقد اجتماعها في الرابع من الشهر القادم التركيز كان على تريه دون إبداء ما هو القرار وأيضا هناك بعض المسؤول أحد المسؤولين الفلسطينيين صرح أو تحدث مع جريد تشرق الأوسط ورفض الكشف عن اسمه وقال بأن الرئيس عباس سينسحب إذا لم يتم تجميد السيطان وأنه لن يكون هناك أي حول الوسط نحن طبعا نتمنى ذلك ولكن كما يبدو بأن الرئيس عباس ليس لديه استراتيجية والقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير ليس لديه استراتيجية لتقول ماذا سنفعل بعد ذلك وربما إذا ضغطت عليه الولايات المتحدة وهي تفعل ذلك بالفعل وإذا أيضا تعرض لبعض الضغوط من الدول العربية كما حدثها في السابق للأسف فإنه قد يتجاهل وبعض الصحف نقلت أن الرئيس عباس أعطى مهلة إضافية أسبوع إذا لم يجمد السيطان هو حتى الرابع من عشرة حتى يشتمع اللجنة عربية حتى يكون قرار عربي دعنا نبدأ من القدس العربي في أجواء تجميد السيطان أو المفاوضات في أجواء حرب وتصعيد إسرائيل القدس العربي تقول أن هناك سيناريو إسرائيلي يوضع لحرب شاملة تبدأ من لبنان وتشمل كل المنطقة نعم هو في الحقيقة على أهمية التقرير الذي تنشره القدس العربي ولكن هذه التقارير تصدر كل فترة هي ليست شيئا جديدا وما أريد أن أقوله بأن إسرائيل هي في حالة إعداد دائم للسيناريوهات الحرب حتى في خضم لقاءاتها ومفاوضاتها السلمية مع العرب مع الفلسطينيين أو مع غيرها من الدول العربية هي تكون في نفس الوقت تحضر لسيناريوهات الحرب نعم هذا السيناريو مفترض أم هو نتاج خطة عسكرية لا هو إعداد لخطة تفترض أن هناك حربا إقليمية ستشنها إيران مع حلفائها في المنطقة كما تقول التقارير الإسرائيلية وتعني بذلك حماس وحزب الله وسوريا وهي لذلك تبحث عن الحلول لمواجهة هذه الحرب وتقول بأن الحل الأساسي لمواجهة الحرب هو الحصول على جسر جوي أمريكي يعني يماثل الجسر الجوي أو الذي قدمته الولايات المتحدة في الحرب في حرب 1973 حرب رمضان وربما أيضا يفوق هذا الجسر حتى تستطيع إسرائيل أن تصد الحرب من كافة الجمهات أيضا هناك شيء مثير أيضا هو أنها الخطة تدعو الحكومة الإسرائيلية لدعم شركات الطيران المدني حتى تقوم باستدعاء الاحتياط الذين هم موجودون خارج إسرائيل ويقول التقارير بأن شركات الطيران المدني تعرضت لانتكاسات اقتصادية وتم تخفيض عدد طائراتها فهو يدعو الحكومة أن تدعم هذه الشركات حتى تستمر وبالتالي تستخدم في حالة وجود الأخر كنت تتحدث عن الحرب في لبنان كذلك اليوم تتحدث عن حرب داخلية في لبنان هي موضوع الحقوق المدنية للفلسطينية لكنها في مواجهة الحرب تطالب أن يلقي الفلسطينيون في المخيمات إذا بقي عندهم سلاح سلاحهم من أجل الحصول على حقوقهم المدنية تفاصيل في الجاردين طبعا هذا مقال لم ينشر في النسخة المطبوعة إنما نشر على الإنترنت كتبه صحفي يعيش في لبنان اسمه ماثيو كاسل ردا على مقال كتبه صحفي لبنان اسمه أحمد مور ويتحدث فيه عن موقف الفلسطينيين طبعا الحديث عن موقف الفلسطينيين من الحادثة السلمية مرتبط بحق العدو وعودة ومرتبط بحكوم المدنيين هناك قرار قرار البرلمان اللبناني كما نعرف في أوغسط أعطى الفلسطينيين مجموعة الحقوق المدنية التي تسمح لهم بالعمل طبعا الفلسطينيين منذ أن انشئت مخيمتهم الـ 12 في لبنان لا يسمح لهم إلا بعمل سخرة عمل مهنية شريفة أو جيدة لا يسمح لهم بها فهنا طبعا يتحدث لأن نحن اليوم مثلا هي ذكرى صبرا وشيتلا التي قامت فيها مليجيات مسيحية منعومة من جيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف فلسطيني وهو يتحدث ويقول أن أحمد مر في مقاله الذي كتبه قبل أسبعين أو أكثر قال أن الفلسطينيين يجب أن يلقوا سلاح ويعطوا سلاحهم للجيش اللبناني إذا أرادوا أن يحصلوا على الحكومة المدنية يعني مع ذلك اندماجهم من المجتمع اللبناني مشكلة اندماج الفلسطين في المجتمع اللبناني لها كثير من العواقب يعني الأشياء العوائق التي تؤثر على سلامة أو توازن الطائفي في السكان في اللبنان وطبعا ماثيو كاسر يقول ينتقد كاتب المقال أحمد مر ويقول أن هذا خطاب هو خطاب يشبه الخطاب اليميني أو الكتائبي أو الطائفي اللبناني الذي يرى في الحكومة المدنية مرتبطة بسلاحة ويريد أن يثبت بزيارة مقيمة صبر الشتيل ويقول أن هذه ليس الحقيقة لأنه يعيش في لبنان منذ زمن والتقى في كثير من الفلسطينيين منهم مسؤولين ودعاة حكومة مدنية وناس كبار ويقول أن هناك الارتباط بين الحكومة المدنية ورمي سلاح لأن السلاح هو ضروري لحماية أنفسهم لأن الجيش اللبناني لن يكون هناك لدفع عنهم كاسر ينتقد سيد إبراهيم يقول أن المشكلة ليس في الحقوق المدنية لكن الأطراف اليمينية المتشددة في لبنان ترى أنه ليس من حق أصلا فلسطيني الذي قاما في لبنان هذا هو الخطة هذا جوهر الإخطاب اليميني في لبنان جوهر الإخطاب اليميني أنه يجب أن يتحدث عن حقوق المدنية ويجب أن لم يكن هناك حقوق المدنية يعني أن وجود الفلسطينيين على أصل له وطبعا يريد أن يثبت أن الحقوق المدنية غير مرتبطة بفرامي سلاح وأن السلاح ضروري حتى لا تتكرر مأساة صبر الشتيل لأنه في عقل الفلسطينيين لا يريد أن يعيدوا ذاكر إذا كنتم حرب المقيمة بين ألف أربعة وثمانية أو خمسة وثمانية وصبر الشتيلة الرهيبة والحديث هو للصحافة البريطانية حول هذا الأمر كذلك لبنان على صفيح ساخن فراس في الحياة تقول أن حزب الله يدق ناقص الخطر أن المهلة العربية ستنتهي المهلة العربية ارتصالات التي هي سينسين أو السورية السعودية لتهديئة الوضع هل لبنان مقترب على اشتعال جديد؟ حسب الحياة طبعا حسب الحياة هي الحياة متميزة كما ذكرنا أكثر من مرة في تغذية الشأن اللبناني إذا أردت أن تعرف بشأن لبناني لا يباعد ذاك بالحياة تنفرد بالأخبار وقصة اللبنانية لا تتابع بشكل كبير أصلة لبنانية قبل أن تترسيها السعودية كامل مروه هو الحديث هنا محور الحديث عن المحكمة الدولية والنقاش حولها وحاول القرار الضني وحاول تمويل المحكمة حزب الله يقول بأن المحكمة غير محترمة وغير مقبولة إذا لم يتم محاكمة شهود الزور الحزب من خلال هذا يحاول أن يعطل عمل المحكمة كما ترى الجهات الأخرى المنضوية تحت قوى 14 أذار وأيضا الجديد في الموضوع هو تهديدات كبيرة من قيادات في حزب الله تقول بأن المحكمة إذا أصدرت القرار الضني فأن هناك عواقب كبيرة سوف تتبع هذا القرار طبعا الردود من 14 أذار بأن هذه اللغة لغة التهديد يجب أن لا تكون هي المسيطرة وأننا نحن في دولة ويجب أن يكون الحوار هو في إطار الدولة وليس من قوة عسكرية تريد أن تشكل دولة داخل الدولة والحديث عن حزب الله الجديد في الموضوع أن القرار الضني منتظر يوميا بشكل يومي يتم الحديث عنه والتصريحات بشأنه يومية والردود بشأنه يومية وجنبلاط يدخل على الخط أيضا ويناقش وبالتالي كما تقول حياة بأن التصعيد الكلامي والسياسي لا يهدأ سوى خلال ساعات عقد مجلس الوزراء مجرد أن ينتهي مجلس الوزراء عقد جلسته يتعود التصعيد وأيضا أريد أن نشير أيضا لجنبلاط الذي فجر قبل يومين وقال بأن ليت المحكمة لم تكن بالأمس اجتمع مع رئيس الوزراء سعد الحريري وخرج بعد الاجتماع وقال للصحفيين بأنه عندما تحدث بهذا الغول هو أراد أن يتحدث عن التاريخ بأنه ليتها لم تحدث عندما حدثت أما المستقبل فهو أمامنا وهي الآن أصبحت أمرا واقعا ويجب أن نتعامل معه معروف طبعا ويجب لا تغيير مواقفه وبين فترة وأخرى هو أفضل مثال لنقل على براغماتية وربما انتهازية السياسية السياسة للبنانية نعم طيب سيد إبراهيم درويش كعك حيفة أو جافة كيك افتتاحية الجارديان الخبر ملفت يعني ما الذي جاء فيه طبعا هذا خبر الطريف الجارديان كما ذكرت مرة أنه عندها ثلاثة افتتاحيات افتتاحيتين رصينتين وافتتاحية خفيفة فهي تتحدث عن كعك يافة الذي يسميها بناء على البرتقال اليافة أو اليافة جافة كيك وهو بدأت في شركة ماك بيتي هذه للبسكويت بإنتاجه في عام 1927 ومعجب أكسفورد للغة الإنجليزية وجد صعوبة في تعرف هذا الكيك هل هو بسكويت أم كيك لأنه صاحبه يقول أنه ليس كيك وطبعا هنا إجراءة دعاية مالية تعتمد على تعريفه بسكويت لأنه لو أعتبره بسكويت لا دافع الضريبة أو جابي الضريبة لا أخذ منه لا أخذ منه فهنا طبعا معجب أكسفورد عرف الكيك هذا الكعك بأنه كعك سفنجي محشي بجل أو بذو طعم برتقالي ومغطى بشوكولاتة ومن هنا طبعا الشركة وفرت كثير من المال على النفذة الآن الداعي للحديث عن كعك جافا كيك أن هذه الشركة قد تبيع لهذا الكعك لشركة صينية وتقول أن هذا الكعك قد يقدم بطريق أخرى لمسؤول الصيني يزور إلى بريطانيا أو قد يتم تقديمه أثناء الاحتفال بالسنة الصينية التي يعتبرها في البيئة بناء على التقويم القمري فهنا هذه تتحدث عن تاريخ الكعك والمشاكل بين الضريب وتعرفه اللغوي استخدموا برتقال صيني لا هو برتقال طبعا ممكن بمعنى كل شيء لأنه صباح صيني ممكن طبعا الآن دائما الحديث عن دور الصيني وعن البعض والصيني لم تذكر حتى في الكعك لم تذكر الافتتاحية لأن البرتقال الحيفاوي هو أحد الرموز المرتبطة بعقلية الفلسطيني اللاجئ تحديدا الذي يرى لأنه برتقال الوطن الذي المضاعي أنا طبعا بحثت عن سبب تسميته جافا كيك فذهبت إلى الويكيبيديا ووجدت أن صاحب الشركة لانغ لاند أو مدير الشركة أسمه بناء على البرتقال الذي يعتبر علامة فلسطينية كما تقول بكيديا أن هذا البرتقال كان تصدير البرتقال للعالم وأصبح الآن تصدير وكما أسمها غسان كنفاني أرض البرتقال الحزين في الرواية الشهيرة عن أهمية البرتقال في ذاكرة العودة الفلسطينية طيب قبل أن نذهب إلى الكاركاتير في رأس القدس العربي تتحدث عن مسلسلات تركية وانتشارها وغزوها وإذا صح تعبير غزوها لكن انتشارها في الفضائيات العربية نعم هو الجديد انتشارها في التلفزيجيات العربية أن هناك شكاوى من مواطنين أتراك بأن هذه المسلسلات تحوي مشاهد لنقل مشاهد إباحية أو مثيرة انتقادات ومخلل بالأداب العامة ولذلك المواطنون يشتكون لمجلس الإذاعة والتلفزيون التركي وبالتالي فإن هذا المجلس سيقوم الآن بإجراء عقوبات أو بإيقاع عقوبات بحق هذه المسلسلات ومنتجها هذه المسلسلات تبت في القنوات المحلية التركية تركية وطبعا هي نفسها تصدر تدبلج وترسل القنوات العربية بعض القنوات العربية ربما تقطع بعض المشاهد التي لا تناسب كونها قناة عربية ولكن الآن الجديد أنه حتى في تركيا سيقومون بإيقاف هذه المسلسلات أو بتعليق بثها وربما ببعض الغرامات المالية حتى يدفع المنتجين أن يراعوا بأن هذه المسلسلات هنا ربما المهم أن هذه المسلسلات ليس فقط تباع لتركيا وإنما تذهب لمجتمعات عربية ومسلمة أخرى ربما تكون أكثر محافظة من تركيا المشكلة أنه في المسلسلات التركية أحيانا محطة عربية تعرض عشرين حلقة ثم تتوقف ثم تسأل متى ستعرض وتوقف توقف بناء على قرار لكن تحظى بشعبية كبيرة لدى المشاهد العربي ترافق مع شعبية أردوغان وحكومة العدالة والتنمية نعم نفس الخط دعونا توقف عند الرسوم الكاركاتورية مشاهدي الكرام وقف عند الكاركاتور الذي جاء في صحافة اليوم نعود بعده للتعليق على أهم هذه الرسوم ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام الكاركاتور الأخير كان عن الفساد وهو عرض أن لا ترجع كل ما سرقته ولكن 13 مية طبعا رسم ساخر لأحدى الصحف الأردنية سيد إبراهيم ما الذي استوقفك في رسوم اليوم النهار طبعا أنه المحكمة الدولية خلافية دائما وقود الخلافات بين العطاف اللبنانية موضوع اللبناني لبناني نعم يعني فراس مذاكي نعم وفراس ربما الكاركاتور هو كاركاتور عماد حجاج في صحيفة الغد الأردني الذي يتحدث عن الفساد ربما لأن هذا الموضوع ليس مرتبطا فقط بالأردن وإنما بمجمل الحكومات والعالم العربي بأن المواطن يعني الرسم ذكي يقول بأن المواطن أصبح لا يطالب بإنهاء الفساد ولكن على الأقل على المكسدين أن يدفعوا يعني ضريبة مبيعات أو ضريبة ضريبة فساد ضريبة فساد نعم على يعني ما يسرقونه من أموار الشعوب وهو يعني عرض مغري هو عرض مغري للمفسدين وعرض مغري للشعوب لأن الفساد كبير وبالتالي الضريبة ستكون كثيرة أيضا هذا الفساد يعني في بريطانيا هل بدأ يعني هذا الفساد ينتشر يعني هو خبر ضريف لكن مثير عن سرقة سكك الحديد أو الحديد في سكك الحديد الخاصة بالقطارات والتيوب داخل بريطانيا يعني أحد أحيانا كنت وتنقل في بريطانيا وكان الترين أو القطار معطل فقالوا أن هناك سرقة للخطوط المعدنية نعم وطبعا هذا تقرير حول يعني أثار سرقة الحديد طبعا للسكك الذي مغطى بالنحاس وهذا النحاس طبعا مضطوب في الهند والصين نهود لموضوع الصين مرة أخرى مرة أخرى هنا طبعا يتحدث أن أثر هذه السرقات على المسافرين تعطل حركة على كثير من الملايين المسافرين وتؤثر عوالي على 11 ألف قطار وكلفة هذه المسروقات حوالي 35 مليون جنيه سنويا وأن كما يقول أن هذه العصابات منتشرة في شمال إنجلترا أو شمال بريطانيا ومعدل الوقت التي ضاع بسبب هذه السرقات حوالي 500 ألف كيف تسرق هل يشير التقرير متبتة في الأرض كيف يقوم بسرقتها عصابات في الليل تذهب متخصصة في هذا الأمس أخيرا في رأس الحياة ما هو مستقبل رئيس الفنزولي الشافيز يبدو أنه في حالة ليست جيدة هذه الأيام نعم على الرغم من فوزه في الانتخابات التشريعية التي ظهرت نتاجها بالأمس بأغلبية المقاعد وحصل على 94 مقاعدين مقابل 62 مقاعد للمعارضة تقول للصحيفة وكثير من التحليلات بأن الشافيز أصبح مهددا لسببين السبب الأول هو أن أولا لم يحصل على أغلبية الثلاثين التي كان يمتلكها في البرلمان السابق ويحتاج 99 مقاعد وهو حصل على 94 مقاعد وبالتالي لن يستطيع أن يمرر بعض القرارات التي تحتاج حسب الدستور إلى ثلثي أعضاء المرلمان النقطة الأخرى وهي ما تتحدث به المعارضة وأكده يعني لجنة الانتخابات أو المجلس الوطن الانتخابات هناك بأن النسبة المئوية للمصوطين للمعارضة كان 52% على الرغم من أن عدد مقاعدهم أقل ولكنهم حصلوا على 52% وهذا مؤشر على أنه قد يخسر الانتخابات القادمة ويبدون موشي غير جيد يبدون عين الحسد يعني أصابته بعد يعني تقدم المصوطين خلال السنوات يعني يعني مدتين انتخابي والثالثة طيح فرأس بوهلال أشكرك على المشاركة والأستاذ إبراهيم درويش الكاتب والصحف شكرا أيضا وأنتم مشاهدي الكرام شكرا لمتابعتكم إلى حلقة جديدة وإلى صحافة الغد إن شاء الله دمتم دوما في رعاية الله اشتركوا في القناة